اشتركوا في القناة 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 العامل المشترك الأكبر لها دولة الثلاث أعداد خلينا نروح نحسبهم على جنب عنا هون الأربعة وعشرين بتقبل القسمة على 2 تقسيم 2 واحد 4 تقسيم 2 اتنين 12 بتقبل قسمة على 2 تقسيم 2 ستة 6 بتقبل قسمة على 2 تقسيم 2 تلات 3 عدد أولي فبنكتب بقبل قسمة على نفسه فبنكتب 3 تقسيم 3 واحد إذن الأربعة وعشرين بتنكتب على شكل حاصل ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 3 هون عنا 48 برضو بتقبل قسمة على 2 أربعة تقسيم 2 2 تمانية تقسيم 2 أربعة هون الأربعة وعشرين اجت عنا هون زي هاي فإحنا هلأ هون سهل عنا نقسمها قسمة أركبية 24 حكينا بتقبل قسمة على 2 بتعطيني 12 برضو هون على 2 بتعطيني 6 على 2 بتعطيني 3 وعلى 3 بتعطيني 1 من هون نفس العمليات اللي عملناها هون في هذا الرقم إذن 48 بنكتبها على شكل 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 3 في عنا هون 2 زيادة يعني 4 اتنينات نشوف هون عنا الاربعة وتمانين بتقبل قسمة على 2 8 تقسيم 2 كم 4 تقسيم 2 2 برضو بتقبل قسمة على 2 42 تقسيم 2 4 تقسيم 2 2 2 تقسيم 2 1 21 تقبل قسمة على مين على الثلاث أو السبعة الثلاثين أعداد أولية فمسموح لأكتبهم هون نكتب هون على ثلاث 21 تقسيم ثلاثة كم سبعة سبعة عدد أولي فمنكتبه نفسه سبعة تقسيم سبعة واحد إذن الاربعة وتمانين بنكتبها على شكل 2 ضرب 2 ضرب 3 ضرب 7 هلأ بدنا نشوف شو المشترك بين الثلاث أرقام هون عنا الاثنين مشتركة فمناخد من كل ثلاثة واحدة هون الاثنين كمان مشتركة في الثلاث أعداد فمناخد منها واحدة من كل ثلاثة واحدة لأنه عنا ثلاث أرقام عنا هون التنين مش موجود زيها هون الثلاثة موجودة في الثلاث أعداد فمناخدها ضل عنا اشي مشترك السبع برضو مش مشتركة اذا عنا هون العامل المشترك الاكبر رح يكون اتنين ضرب اتنين ضرب تلاتة اتنين ضرب اتنين كام اربع ضرب تلات اتناش ممتازي اذا عين ميم الف هتكون هون اتناش بنيجي هون على الكتاب وبنحط دائرة عند فرع ب سؤال سبعة اصل بخط بين العدد ومربع فيه احنا حكينا بعض مربعات الاعداد مطلوب منه حفظها والعدد اللي انا مش حافظته بعرف شو يعني او شو تعريف مربع العدد مربع العدد يعني بدي اضرب العدد في نفسه عنا هون مربع العدد تسعة مربع العدد تسعة كام واحد وتمانين فبنوصلها مع الواحد وتمانين الخمستاش احنا مش حافظين فبنروح منحسبها على جنب نضرب خمستاش ضرب خمستاش رح تطلع معنا ميتين وخمسة وعشرين ستة مربع العدد ستة رح يكون عنا ستة وثلاثين وسبعة مربعها رح يكون كام تسعة واربعين ننتقل لصفحة خمسة وسبعين عنا هون سؤال تسعة بدو يعني اكمل شجرة العوامل الاتية لأحل العدد تمانية وسبعين الى عوامله الاولية عنا هون التمانية وسبعين اعطاني اول رقم فيها التنين عشان اعرف شو الرقم اللي بضربه بالاتنين بيعطيني تمانية وسبعين شو لازم اعمال لازم اقسم تمانية وسبعين تقسيم اتنين بتعطيني هذا العدد تمام فبطلع معناه تسعة وثلاثين لو رحت وقسمتوها قسمة طويلة حلاء التسعة وثلاثين رح تتحلل لتلاتة لانه هي بتقبل القسمة على تلاتة تلاتة ضرب ايش بيعطيني تسعة وثلاثين كيف بعرف بروح بقسم قسمة طويلة تسعة وثلاثين تقسيم تلاتة كما بتعطيني تلاتة عشر ممتازين اذا تلاتة عشر ضرب تلاتة رح تعطيني التسعة وثلاثين وهو الاتنين عدد اولي فمن نزله زي ما هو سؤال اربعتاش بحكيلي بدو ياني اوجد ميم ميم الف لاحظوا هون كل الخيرات موجود فيها ميم ميم الف فبدي احسب انا ميم ميم الف لهدول الاعداد حكينا اللي هون جوه هي الاعداد المشتركة واللي برا رح تكون هي الاعداد الغير مشتركة تمام؟ فاذا ميم ميم الف من قانونها بحكيلي بنضرب او حاصل ضرب الاعداد المشتركة مع الاعداد الغير مشتركة فاذا هون ميم ميم الف قديش رح تكون اتنين في تلاتة في اتنين في تلاتة في اتنين لو حسبتوها رح يطلع معكم العدد اتنين وسبعين فرع جين سؤال 15 بحكيلي هذا العدد اللي قدامنا لا يقبل القسمة على مين؟ اول شي هون احده زوجي فاذا رح يقبل القسمة على اتنين مية بالمية بنشوف هون مجموع منازله من مضاعفات العدد تسعة فاذا بنستثني العدد تسعة واستثنين العدد اتنين طبعا مجموع منازله 18 هلأ 18 برضو من مضاعفات الثلاث فبالتالي رح تقبل القسمة على اتنين وثلاثة معا فبالتالي رح تقبل القسمة على ستة الاربعة هون بنطلع على الاحد والعشرات اتنين وستين مش من مضاعفات الاربعة فبالتالي رح تكون العدد اربعة هو الجواب اللي هو لا يقبل القسمة على مين؟ على اربعة رقم 16 بديو يعني احسب عين ميم الف لهدول العددين 14 و 18 زي ما تعودنا نحسبهم منروح على جنب عندنا الاربعة عشر بتقبل القسمة على اتنين 14 تقسيم تنين سبعة 7 عدد اولي فبيقبل القسمة على نفسه اذا الاربعة عشر بنكتبها على شكل 2 ضرب 7 18 بتقبل القسمة على اتنين 18 تقسيم تنين 9 طبعا هون تقبل القسمة على 3 9 تقسيم 3 3 3 عدد اولي فبيقبل القسمة على نفسه 3 تقسيم 3 واحد اذا الـ 18 منكتبها على شكل 2 في 3 في 3 هلأis هلا خلينا نشوف من المشترك 1-6 معنا المشترك لهو يوم 2 اتنين فقط فمناخد منه واحد منهم فاذا العامل المشترك الاكبر هيكون عنا قديش يساوي اتنين عنا هون فرع الف هيك بنكون خلصنا الوحدة الثالثة ان شاء الله يوم الاحد رح نبدأ بالوحدة الرابعة اللي هي وحدة الكسور